نروح للصحافة الرياضية وتحديداً البوابة نيوز ومرسلت العزيزة مريم ساميح عشان نتابع معها أم الأخبار وأكيد أعتقد الصحف كلها برضو بتتحدث عن مباراة أمس وملف كأس الأمم الإفريقية وأكيد تحديد كمان الكاف للملعب لنهائي كأس الأمم مريم صباح الخير وخلينا نتعرف منك أكيد على تفاصيل أكتر من خلال المنشتات اللي معاك تفضلي بصبح عليك يا نهوانا بصبح عليك يا كريمو بصبح على كل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان جولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز بالطبع يعني هوانا زي ما انت قلت بالضبط الحقيقة أن كل الملفات اللي معنا النهاردة متعلقة بكأس الأمم الإفريقية وخلينا نبدأ من البوابة سبورت كأس الأمم الإفريقية وصود السنغال تقصوا على غينيا بثلاثية تأهل منتخب السنغال لدور نصف النهائي بتصفيات كأس أمم إفريقيا ده طبعا بعد فوزه على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1 في دور ربع النهائي في المباراة التي أقيمت أمس الأحد طبعا افتتح فمارا داديو التسجيل في الدقيقة 29 من تمرير رائعة من ساديو ماني جانيك بويلا هدف التعايد والغينيا في دقيقة 57 وأحرص كواتي الهدف الثاني لمنتخب السنغالي في دقيقة 69 وعزز إسماعيل صار تقدم الأصول بالهدف الثالث وصعد منتخب السنغال إلى نصف النهائي ليضرب موعدا مع منتخب بوركينا فاسو أو اللي صعد لنصف النهائي على حساب تونس في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت ومن موقع الشروق ساديو ماني نواجه الكثير من العقبات في طريقنا حول التتويق بكأس الأمم أكد ساديو ماني نجم منتخب السنغال سعادته الكبيرة بعد فوز منتخب بلاده على غينيا الاستوائية بنتيجة 3 واحد أمس الأحد في المباراة التي أقيمت في دور ربعا نهائي بكأس الأمم الأفريقية وقال ساديو ماني في تصريحات صحفية وتلفزيونية عقب انتهاء المباراة لا يجب التفكير فيه النهائية الآن سيكون هذا شيء خاطئ نحن نعرف إمكانياتنا جيدا ونعرف ما نحن قادرين على فعله وأضاف الأمر لن يكون سهل وسيكون هناك العديد من العقبات ولكننا نحضر أنفسنا بشكل جيد من أجل ذلك وأخيرا نقال مهاجم نادي ليفر بولا الإنجليزي هدفنا هو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية هذا هو أقرب شيء لقلوبنا الآن ويستعد منتخب السنغال طبعا لمواجهة بوركينا فاس يوم الأربع ومصر طبعا هتقابل الكاميرون يوم الخميس والمباراتين في دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا ومن روسيا اليوم رسميا الكاف يحدد ملعب نهائي كأس أمم أفريقيا سيقوم نهائي كأس أمم أفريقيا على ملعب أولمبي في يويندي وده اللي حدده طبعا الكاف بعد ما رفع الكاف تعليقه إقامة المباريات على ملعب الأولمبي ده طبعا بعد الحادث الأليم اللي كنا نتبعناه يوم 24 من يناير الجاري وتحديدا يوم الاثنين الماضي بعدما لقيا 8 أشخاص مصرعهم في حادث تدافع أمام الأستاذ وكمان يمكن أصيب ما يقرب من 38 شخص من المشجعين وده طبعا كان في موراد دور 16 ما بين الكاميرون وجزر القمر والحقيقة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر بيان أمس الأحد بخصوص المباراة النهائية اللي هتلعب على ملعب أولمبي والبيان جاء فيه بعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة الكاميرونية فيما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية وفقت اللجنة المنظمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالإجماع على رفع التعليق المفروض على أستاذ أولمبي وأضاف البيان بعدما عززت اللجنة المنظمة المحلية وحكومة الكاميرون من الأمن والموارد بشكل كبير في أستاذ أولمبي فإن الكاف واثق من أن سلامة وأمن المتفرجين والزوار سيكونان مضمونين وبذلك سيحتضن ملعب أولمبي المواجهة المرتقبة ما بين مصر والكاميرون وأخيرا من موقع اليوم السابع بالأرقام ليفر بول لا يعرف الهزيمة بست مباريات في يناير الحقيقة أن تقرير اليوم السابع زي ما بيقول كده كان شهر يناير وش السعد على ليفر بول في مبارياته المختلفة وتحديدا ست مباريات في البطولات المختلفة لأنه حقق طبعا نتائج رائعة في مختلف البطولات اللي خدها في الشهر الجاري وخد الريدز ست مباريات في الشهر الجاري في بطولات البريمير ليج وكأس ربطة المحترفين وأيضا كأس الاتحاد الإنجليزي وحافظ ليفر بول على سجله خاليا من الهزائم خلال هذه المباريات حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في مبارتين في شهر يناير يعني يمكن افتتح ليفر بول مشواره بالتعادل مع تشالسي بهدفين لكل منهما في البريمير ليج وتعادل سلبيا مع أرسنال في دور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي وبعدها اكتسح برينتفورد بثلاثية في البريمير ليج قبل أن يتخطى الجانرز بنتيجة 2-0 ويحجز مقعده في نهائي كأس إنجلترا كما نجح أيضا لليفر بول في انتزاع انتصار ثمين على كريستل بالس بثلاثة أداف مقابل هدف واحد في البريمير ليج ويحتل طبعا ليفر بول وصافة ترتيب البريمير ليج بعدد رصيد 48 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر أكيد طبعا منشستر سيتي ويعني حقق ليفر بول كل هذه النتائق جرأة على الرغم من غياب 2 من عنصر الفريق مهمين جدا وهم محمد صلاح وسادي وانيم بسبب طبعا مشاركتهم مع منتخب بلادهم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية طبعا محمد صلاح مع منتخب مصر وسادي وانيم مع منتخب ألسنغيل دي كانت أبرز عنونا الصدرة صباح اليوم الأتنين في جولتنا الصحفية من داخل مقار بوابا نيوز بشكركم جدا العودة لكم مرة أخرى احنا كمان نشكرك جدا يا مريم على هذه التغطية شكرا لك